في رمية أربعة خمسة وعشرين الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا يبقى إذن لهوت المسيح كمالنا صوت المسيح تبررنا ثم حياة القيامة يعني شخص قابلني قبل الاجتماع قال لي اتكلم عن السلوك مش بس كلمنا عن التعليم كمان كلمنا عن السلوك قلت لها في الحقيقة السلوك مهم جدا يا إخوة ما يصحش نعيش كأننا ما زلنا في العالم نحن موتنا مع المسيح ونحن أيضا قمنا مع المسيح إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض أصل لما المسيح مات وقام إحنا كمان أمنا معاه وينبغي أن نسلك فيه جدة الحياة حاجات حلوة ومش كنت تبررنا حياة جديدة ميراث يا جماعة ولدنا الله ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لمراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرصون يعني إحنا بقينا مشغوليتنا في السماوات وكمان ميراثنا في السماوات يعني إحنا مش بتوع الأرض لا إحنا غورة بنعبر ولا إحنا حنكلبش فيها وطئة أدم ونعديها لكن قلوبنا ما تبغيها إحنا مش مش قلبنا على الأرض إحنا هنا بس علشان نشهد للمسيح لكن أنا مستنين الوطن الأفضل أي السماوي افتكرتوهم الخمسة اللي قلتوهم دول لهوت المسيح كمان نسوت المسيح وبعدين تبررنا حياة جديدة ميراث السماوي وبعدين اللي راقدوا من أحباءنا دخلوا القبر مش هيجي يوم يقوموا إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه دول ست حاجات حلوين قد السبعة مش حلوة بالنسبة لنا حلوة بس خاف لو يكون واحد مننا هنا يزعل منها برهان ودليل على دينونة الأشرار لو كان المسيح مات وانتهى الأمر كما ممكن تبرطع زي ما انت عايس وتعيش لنفسك ولذاتك وشهواتك اسمع يا صديقي ما قاله الرسول بوليس في أريوس باغوس في أعمال سبعتاشر تسع وعشرين تلاتين واحد وتلاتين الله الآن يأمر ده مش بيتوسل هو أحيانا كتيرة بيتوسل وبيخبط على الباب وأنا واقف على الباب صح بس كمان بيأمر يأمر جميع الناس في كل مكان أنت يا من تشاهدني خلف التلفاز أنت يا من حاضر معانا أنت من ضمن جميع الناس في كل مكان الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً اسمع العرض العظيب متغاضياً عن أزمنة الجهل موسيقى ترجمة نانسي قنقر